نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول من أنباء بشأن زيادة المصاريف الإدارية على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصري وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد التي شددت على أنه لم يطرأ أي تغير في قيمة الرسوم الإدارية التي يتم تحصيلها على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصري موضحة أنها أقل رسوم إدارية يتم تطبقها على حسابات التوفير في مصر حيث يتم تحديد قيمة المصاريف الإدارية بشكل متفوت بناء على قيمة الرصيد المتوافر بدفتر التوفير والتي تتراوح بين 5 إلى 35 جنيها دون خصم قيمة ثابتة بشكل ربع سنوي من كافة الدفاتر